اشتركوا في القناة على الجروب اللي هو رد على أولى الأمور وقال الوزير ان ده حال التشعيب يعني انا مش عارف الدكتور طارق دلوقتي لما واحد بيسأله بيقول له ممكن اعرف من الساعة الجاية هيبقى فيه تشعيب علم علوم وعلم رياضة واللي علم وادبي فقط قال له هيكون علمي وادبي فقط من عام 2021 اما الان على صفحة الدكتور طارق شوئي موضوع التشعيب في السنوية العامة ما يزال قيد البحث في المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي ثم المجلس الاعلى للجامعات والأمور تظل على ما هي عليه بعيدا عن ما يقال هنا وهناك يا دكتور طارق بعد اذنك لانك انت لما نزلت نبرح عملت بلبلة كبيرة جدا كبيرة جدا في الموضوع ده وناس كتير عيطت وناس كتير انهارت وناس كتير حصلها مشاكل يا دكتور طارق انت قامة انت قامة فما ينفعش خبر ينزل ويطلع بعد جهة تجذيبه لانك انت المسؤول عن الكلام ده يا دكتور طارق يا دكتور طارق انت قائد لسفينة التعليم فلازم تكون التصريحات كلها متنصقة لكن انت بلح يطلع تصريح اللي تم يلغي التشعيب وعلمي وادبي والعلم بعد تسرخ وقال لأمور باقي تبكي النهاردة يطلع من ما فيش موضوع التشعيب في السنوات العامة ما هي ذا القائد البحث يا دكتور طارق منقدمناك كل شكر والتحية بعد اذن حضرتك نزل لنا الاخبار على صفحتك مباشر زي ما انت بتعمل كه تمام؟ ياريت بقى شوف لنا موضوع التخفيف المناهج تشوف لنا حكاية الباقين الاعادة الدنيا هتبقى ماشية ازاي ده يا جماعة موضوع التشعيب على صفحة دكتور طارق موضوع التشعيب في السنوات العامة ما هي ذا القائد البحث في المجلس الاعلى للتعليم قبل العام الجامعي ثم من المجلس الاعلى للجامعات والامور ظركة ما هي عليها رغم اللي كان ننزل انجار ده الخبر وعكسه وكده الدكتور طارق بيقولوك ستنه شوية هنشوف كل يوم بنسمع جديد وكل يوم هنشوف جديد وانتبعونا اول باول مع قناتكم قناة اجيال الاندوس في امان الله اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك